لمعالجة التابعة ما هي التابعة؟ هي الموانع هناك بعض الناس عندهم موانع في حياتهم أينما حلوا وارتحلوا إلا وتسبقهم الموانع موانع إما في الدراسة لا ينجح رغم أنه يجتهد موانع في البحث عن العمل رغم أنه يجتاز مباريات فلا يكد يحصل على وظيفة موانع في الزواج كلما وضعه من أجل أن يتزوج إلا ويفشل المشروع موانع في التجارة موانع في أي مشروع أراد أن يقمه ليحسن من ظروف عيشه هذا ما يسمى الموانع تسمى التابعة التابعة والتابعة قيل بأنها روح خبيثة شعرها منتفش وصورتها مخيفة تعرف عليها سيدنا سليمان عليه السلام الذي كان قد أعطاه الله تعالى القدرة على التحكم في الجن فقال من أنت؟ قالت أنا التابعة أنا مفرقة الديار أنا التي أمحق البركة أنا التي أفرق بين الأحباب فسيدنا سليمان ألقى عليها القبض وألقى عليها ما يسمى بالعهود السليمانية الثمانية قيدها لكن فيما بعد طبعا بعد موفاة سليمان سيقع تمرد الجن وسوف ينتشرون في كل مكان في عهد الإسلام ربنا عز وجل أنزل علينا صورة مباركة نستطيع من خلالها أن نقضي على التابعة ما هي السورة؟ هي سورة الليل قبل أن ننام نتوضى نصلي ركعتين ونقرأ سورة الليل إما نقرأها مرة أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا نقرأها وطريا نقرأها ونصلي على النبي وننفت في أيدينا ونمسح به أجسادنا ما الذي سوف يقع؟ سورة الليل هي قوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنتى إن سعيكم لشتى فأما من عطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للاخرة ولولى فأنظرتكم نارا تلضى لا يصلاها إلا لشقا الذي كذب وتولى وسيجنبها الأطقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ختامها فيه ولسوف يرضى ربنا وعدك بالرضى اقرأها وسترى العجب ستزول الموانع ستزول العكسات وسيعطيك الله تعالى القبول فضلا منه وإكراما